ورجعنا لحضراتكم بقى عشان نبدأ على طول 7 day sport والنهاردة هنخش بقى في جوائز الكاف اللي كان أعلنه قبله كده قائمة أولية يعني النهاردة الكاف بقى أعلن القائمة المختصرة لجوائزه السنوية بعد ما أعلم من أسبوعين عن القائمة الأولى للمرشحين للجوائز دي النهاردة في القائمة المختصرة بيتواجد النادي الأهل في المنفس عن أفضل نادي في القارة من طبعا ده جوائز عن العام الماضي وبينفس الأهل الوداد المغربي وسانداونز الجنوب أفريقي كمان يتواجد الجنوب أفريقي بيرستاو لاعب النادي الأهل في المنفس على أفضل لاعب داخل القارة ومعاه النميم بيتر شاولولي مهاجم سانداونز الجنوب أفريقي وبينفس طبعا محمد الشناوي على جهزة أفضل حارس في القارة الأفريقية مع ياسيم جونو حارس مرمى منتخب المغرب والهلال السعودي وكمان أندري أونانا حارس مرمى الكاميرون ونادي منشستر رونيتد الإنجليزي وعن أفضل لاعب أفريقي يتنافس طبعا أفرسي النجم المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي لبيربور الإنجليزي وكمان أشرف حكيم نجم منتخب المغرب وبيتر أوسيماني الغريب بقى في القايمة بالنسبة للمراضي عدم موجود السويسري مارسل كولر المدير الفني للأهل رغم تتويجه بدور أبطال أفريقيا ومشاركة الأهل في كاس العالم للأندية والحصول على المركز الرابع في كاس العالم للأندية واختيار عبدالحق بن شيخة بطل الكمفدرالية طبعا مع كامل احتراف للكابتن عبدالحق بن شيخة وهو مدرب كبير لكن أنا باتكلم عن المعايير كمان عدم وجود كهرباء في المنافسة على لقب أفضل لاعب داخل القرى رغم أنه الأكثر تأثيرا وعلى صعيد تسجيل الأهداف مع النادي الأهلي في البطولة الأفريقية كان ليه وجود لكن مع الكاف كل شيء جايز وكل شيء وارد والمعايير مش دايما واضحة يعني طبعا كابتن عبدالحق بن شيخة مدرب كبير جدا وحصل على الكمفدرالية لكن الفرق بين الكمفدرالية ودور الأبطال شيء صعب فرق كبير جدا ده بيأهل لكاس العالم للأندية والمشاركة في كاس العالم للأندية والحصول على رابع العالم ده كان يعني الأولى أن ده المدرب اللي يبقى موجود في القايمة لكن معايير الكاف زي ما قلت لحراركم ملهاش مقاييس يعني مفيش مقياس للمعايير وإزاي أصلا كهرباء داخل القارة لعب واصل فاينال ولاعب كاس عالم وواخد بطولة أفريقيا وهدى في الفرقة ما بقاش موجود في القايمة النهائية الأحسن لعب داخل القارة حاجات كده معايير الكاف غريبة جدا يعني لكن إحنا متعودين على الكاف ومتعودين ده على طول يعني مقاييسهم ومعاييرهم مختلفة وخصوصا مع أندية مصر والنادي الأهل تحديدا يعني ترجمة نانسي قنقر